صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبح الخير والسعادة وراحة البال أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة هذا البرنامج قدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي في بداية البرنامج أعزائي المستمعين أحب بفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وبيكون معانا اليوم من إذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة زميلنا أحمد سلامة وفي الأخراج بيكون معانا مخرجنا المبدع والقواسمة في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين بنتنا والآخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي واليوم عنا فقرة مفصلة عن مرضى السكري والصيام وفي فقرتنا الأخيرة في البرنامج اليوم بنتكلم عن متلازمة داون أسباب هذه المتلازمة وسبب التعامل الأمثل لحالات هذه المتلازمة وكيف ممكن أن يتم رعايتهم كونوا معانا أعزائي المستمعين على مدار هذه الساعة برافقكم في هذه الحلقة محدثتكم آمنة آل علي مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة نبدأ البرنامج بخبر أو دراسة سواء كانت محلية أو عالمية دراستنا اليوم متعلقة في موضوع الريوق فخلوكم معانا يقول خبرنا اليوم اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف أثبت علماء يابانيون أن التخلي عن وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بالخرف وتشير مجلة Health Social Services إلى أن الباحثين تابعوا على مدار ست أعوام 525 شخص أعمارهم فوق سنة 65 وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشر أكثر بمقدار أربع أضعاف بين اللي تخلوا عن وجبة الفطور دون أي تأثير للعمر أو الجنس في ذلك واكتشف الباحثون خلال هذه الدراسة أن مخاطر الوجبات الخفيفة السريعة بدلا من الوجبة الكاملة فقد اتضح لهم أن مثل هذه العادة السيئة تسيد من خطر الإصابة بالخرف المكتسب بمقدار 2.7 في مرة يعني كما لا يقل خطر الاستهلاك المفرط للملح وكذلك عدم اتباع نظام غذائي متوازن ويذكر أن علماء جامعة برشلونة الإسبانية كشفوا في ديسمبر الماضي عن النظام الغذائي اللي يقي الأشخاص من الخاف حيث أكدوا أن النظام الغذائي الغني بالمواد النباتية يقلل من خطر المستمعين بعد هذا الخبر بننتقل معكم لفقرة السوشال ميديا مع زميلتي أسمى الجناحي صباح الخير أسمى صباحكم الله بالنور سرور عليكم على كل المستمعين إذاعة نور الغذائي يا هلفيج أسمى خبريننا شو عندك من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي لمن بعض الإسالة حقناها في قنوات التواصل الاجتماعي ومنها خبرنا وخبرنا اللي كان يقول خلال عملية جراحية نادرة ومعقدة تمكنها طباب مستشفة بي من إعادة التنفس الطبيعي لطفل خليجي ثلاث سنوات كان يعاني من انفداد تامن الحنجرة من ذي ولادة ونحن نبحان الجميع إذاً يدخلون قنوات التواصل الاجتماعي يشوفون الفيديو كامل حول الحالة وأيضاً مقابلة مع أسرات الطفل أيضاً ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي معلومة يمكن نسوأ عليها واجهة تثارات في الكومنتات وهي ما هو البوتكس كنا حاطين معلومات كاملة عن البوتكس أسمى صحة قريتها الخبر هذا عفواً عن مقاطع يعني قريتها باهتمام شديد شديد كنت أقول يوم بدخل الثلاثين يمكن أحتاج أسر بوتكس يعني يوم قريت أن الأعراض الجانبية الصراحة خفت هو أن أصلاً أساس البوتكس في أكثر من استخدام ومساً في استخدام في عميات تجميل في استخداماتها جزء منها تجميل ولكن أيضاً لعمل من التفرط التعرق المفرط في إيدهم في أماكن معينة البوتكس هذا يعتبر جزء من أو حل لهؤلاء الأشخاص أيضاً أشخاص اللي عندهم تداعز النصفي المزمن بيلاحظون أن أحياناً الطبيب يقول لهم بنحط لكم بنضرب لكم أبرد بوتكس مو بتجميلية طبعاً لكن هذه تعتبر علاجية أيضاً بعض الأمراض العصبية والعين الكثولة مثلاً يتمونها الغمش أو لفظة العين هاي كذا يتم علاجها من خلال البوتكس هناك أكيد أعراض جانبية كل شيء في الحياة الصراحة لكن أيضاً نحن حب نأكد ونشدد أن في فئات لازم يعني ما يجرون أي عملية أو أي إجراء حقاً لبوتكس خلال لهذه الفئات أول شيء حوامل المرضعات الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية وحالات تسبب ضعف العبرات وأيضاً إلا عنده حساسية سابقة لحقمة البوتكس أو أي من مكوناته في بعض حقين نضم قنواته الاجتماعي إن شو الأشياء اللازم يسوونها قبل خضوع من العمليات حقناً من البوتكس وإيضاً يتأكدون مجموع من الأشياء لازم يتأكدون أنهم يسوونها منها التأكد من الذهاب إلى مقدم العاية الصحية مرخص ومدرّة بيثمتع بالخبرة في مجالات الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية ويمكن أيضاً يتأكدون من ترخيص المقدم الرعاية الصحية من خلال طاقة هيئة الصحة التي تكون موجودة إنه مرخص إنه يعطي هذا النوع من العلاج أيضاً ممكن ننصح بطلب من المقدم الرعاية الصحية تبثوين باسم المنتج الذي سيتم استخدامه لازم يعني واحد بيستخدام شو الأشياء اللي قاعد يدخل جسمه شو اسم المنتج شو الأشياء الثاني اللي عليهم أيضاً يجب التأكد أو يجب تنبيه مقدم الرعاية الصحية إذا كان عندك أي حالات طبية تعاني منها سواء العدوى أمراض تسببك مزيف حساسية مهم أن مقدم الرعاية الصحية يكون عندها خلفية تامة عن المريض أو عن حالات أولاً لا ينسى أي شي سواء كان في البوتكس أو أي علاج آخر وأيضاً هناك نحطي مثلاً خريطة أو شكل كأي الأماكن اللي تم فيها حق البوتكس كان موجودة ففي معلومات يعني أكثر من اللي نحن ذكرناها في برنامجنا الإذاعي عن البوتكس وممكن يدخلون وأيضاً إذا عندهم استلسارات ممكن نحطها فينا شرات ثانية ويحب نأكد بأرقام أو مبأرقام مثلاً الهاندل في قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر انستغرام يكون DHA underscore دبي أما على فيسبوك فنحن دبي هيلت أثورتي يقدرون يتابعونا إذا عندهم ملاحظات يطلون إياها وإذا عندهم مقترحات مواضيع حابين أيضاً يعرفون عنها طبية ممكن يكتبوننا إياها كمقترحات ونحن شاء الله راح نوصر لهم الأجوبة في نشراتنا القادمة ونتمنى لكم الصحة والسعادة شكراً لك زميلتي أسمى الجناحي اليوم وعندت رسالة تخبرينها للمستمعين اليوم رسالتنا كانت الإيجابية هي الفرحة الطفل التي تفناها نتمنى أيضاً لهم يدخلونها ويشوفونا أنها كانت أكثر شيء إيجابي صراحة حطينا في قنوات السلسل الاجتماعي بالتأكيد زميلتي أسمى الجناحي شكراً لك على هاي الأخبار الجميلة اليوم أعطيتيننا إياها وخاصة موضوع البوتكس أتمنى المستمعين هم يدخلون ويشوفون هذا البوست لأنه بيستفيدون منه كثير شكراً لك أسمى عزائي المستمعين كانت معان أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي وخبرتنا عن آخر مسجدات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحيئة الصحة بدبي فأنا نصحكم أعزائي المستمعينكم تتجهون لحساب الهيئة على الإنستغرام واللي هو DHA underscore Dبي وتشوفون قصة هذا الطفل وبالفعل كانت فرحة طفل هذا الفيديو يعبر عن يعني معاناة طفل انتهت نهاية جميلة بشفاءها الحمد لله فأتمنى أنكم تدشون وتشوفون هذا الفيديو وتعطونا رأيكم فيه أيضاً وبننتقل الحين معاكم أعزائي المستمعين الفاصل وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة خلوكم معانا صحة وسعادة يا هلا ومرحبا فيكم من يديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة هذا البرنامج تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي مثل ما عودناكم معزائي المستمعين فقرتنا الأولى في برنامج صحة وسعادة دايماً تكون حول التغذية واليوم وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم بنبدأ من اليوم ناقشت بعض الموضوعات المهمة المتعلقة بالصيام والغذاء والأمراض المزمنة ونستهل حديثنا عن مرضى السكري والصيام مع ضيفتنا لستاذة ريهام سليم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحابة بي صباح الخير استاذة ريهام صباح النور صباح النور أهلاً 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 أستاذة ريهام مثل ما نعرف لمرضى السكري نقدر نقول طبيعة خاصة مع الأكل والشرب فهل هناك توصيات معينة بخصوص الصيام هل قبل صيام رمضان ممكن لمرضى السكري أنهم يتبعون أنماط معينة من الغذاء صحيح طبعاً شهر رمضان المبارك قليلة بتصلنا عنه فكل عام والجميع بألف خير وشهر رمضان شهر خير وبركة له فوائد روحية ونفسية وأيضاً صحية وهو فرصة ذهبية يجب علينا اغتنامها حتى نحاصب على صحة أجسامنا وتغير بعض العداد الغذائية السيئة أو غير الصحية إذا كنا نستبعينها واستبدالها بنمط غذائي صحي واسلوب حياة أخضل وطبعاً اتباع نظام غذائي في شهر رمضان هو أمر مطلوب أو حتى قبل شهر رمضان هو أمر مطلوب من الجميع بصورة عامة ولما ريض السكر بصورة خاصة فالتغذية السليمة والمتوازنة تعتبر جزء أساسي للسيطرة على مرض السكر ولا تقل أهمية أبداً عن الوصفات الطبية من ناحية الأدوية أو الأنسلين حسب طبعاً استشارة الطبيب أو حسب الوصفة الطبية ويجب أنه نلبي جميع الاحتياجات الغذائية لمريض السكر طبعاً حسب نمط الحياة حسب العمر النشاط البدني ويتم تقييم الوضع الغذائي لمريض السكر بصورة دورية ونحرص على أنه مريض السكر يتناول يعني من جميع المجموعات الغذائية بالاستثناء حتى نلبي الاحتياجات الغذائية يعني للمريض بصورة عامة وللمريض السكر بصورة أكبر خلال شهر رمضان نعم أستاذ ريهام نقول هل لمريض السكري نقدر نقول طريقة صيام آمنة أو طريقة معين هل هناك أكل معين شرب معين يجب عليه اتباعه صحيح بداية قبل شهر رمضان يجب على مريض السكر أنه يزود الطبيب المعالج قبل بداية الشهر الفضيل أولاً حتى يتأكد أو يعرف من الطبيب هل هو الصيام يكون آمن لها المريض حسب وضعه الصحي طبعاً حسب الفحصات الطبيب يقوم فيها فالطبيب هو اللي يحدد إذا كان الصيام آمن لهذا الشخص أو لا فيجب زيارة الطبيب قبل شهر رمضان يقوم الطبيب أولاً بتحديد إذا كان الصيام آمن وفي حال إذا سمح للمريض بالصيام يقوم بتعديل الخطة العلاجية من حيث الموعد وجرعات الأدوية أيضاً مراجعة أخصائي التغذية قبل شهر رمضان حتى نعدل في النظام الغذائي وتعديل أوقات الوجبات بما يتناسب مع الاحتياجات الغذائية للمريض نعم بنأكد على أهمية زيارة المريض قبل قبل شهر الفضيل حتى أعرف إلى أنا من ضمن الفئة اللي مسموحلها تصوم من ناحية يعني هل الصيام بيكون آمن علي أو لا فالطبيب بالفحصات بالتحليل اللي بيعملها للمريض يعني ممكن يحدد للمريض بإمان بيعدل بالخطة العلاجية بجرعات الأدوية فهذا بنأكد عليها زيارة الطبيب وزيارة أخصائف التغذية قبل شهر رمضان بالتأكيد وطبعا استاذة ريهام كل الأمراض المزمنة أيضا وليس فقط نقدر نقول مريض السكري الأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة بشكل عام يجب عليهم زيارة الطبيب قبل شهر رمضان يطمنون على وضعهم الصحي يطمنون هل يمكنهم الصيام أم لا كل هذا نحن دائما نفطل أن يقام به قبل شهر رمضان والحمد لله يعني الحين والوقت المناسب اللي نتكلم فيه نقدر نقول بعده باقي الحمد لله يعني يمكن أسبوع تقريبا على الشهر الفضيل فبإمكانهم أن يتوجهون للمراكز الصحية بإمكانهم أخذ موعد لأطمئنان على صحتهم لأنه نقدر نقول بدلا ما أنه في نصف الشهر يتعبون ويمرضون فقبل هذا نتوجه للطبيب حتى يعني الأشخاص دكتور السليمين اللي لا يعني ما عندهم أمراض مزمنة مثلا نحن أنا الحمد لله ما عندي مرض مزمن ولكن عندي نقص في الحديد يعني بالوراثة فأنا كل سنة قبل رمضان لازم أسير أتشيك وسبحان الله لأني صرت تشيك تعرفت أن الدم عندي وايد يعني نازل لدرجة أنه احتجت الحين جلستين حديد قبل رمضان قبل سايرة هي لو أنا ما كنت سايرة يمكن كنت يعني يعني أصاب بالصداع بالدوار أكثر خاصة مع الصيام فدائما نستبق الأحداث قبل ما مثل ما يقول قبل ما يطيح الفاس بالرأس قبل ما نتعف شهر رمضان وما نقدر نسوي أي شي على الأقل نروح نقوم بالفحوصات حتى لو فحص الدم بس نتأكد أنه فيتامين دال أوكي بي 12 يعني في الجسم أوكي نتأكد من الحديد أهم شي لأن الحديد صدق ممكن يعرقل لحياة الشخص ممكن يؤدي لصابته بالصداع يعني بوايد مواضيع فدائما نحن نقول أجراء ما قبل رمضان أفضل من أن أنتم تتعبون في رمضان ويروح عليكم الصيام أكيد أكيد خاصة زي ما تكلمت يعفون أنه في مرضى ممكن بيكونوا معرضين لإحتمال إصابتهم بمضاعفات أنا أتكلم عن خاصة المرضى السكر في بعض الفئات ممكن ما يكون مش مسموح لها بالصيام فعشانك بنأكد دائما على زيارة الطبيب أتأكد أنا من الفئة اللي الصيام بيكون آمن علي أو لا بحال أنه الصيام آمن الدكتور بيعدلي مواعيد الجرعات ممكن عدلي غير الوقت عن الجرعة نفسها أخصائي التغذية بتحط لي نظام غذائي بما يتناسب مع الوجبات اللي بتناولها أنا بشهر رمضان فأكيد الخطة العلاجية لا تقل أهمية عن الخطة الطبية أو الأدوية اللي المريض بتناولها لمرض السكر نعم أيضا أستاذ ريهام نحن نعرف أن طبعا السفرة في رمضان يعني ممزورة عصير أشكال وأنواع تحسينها بأعادات وتقاليد وغير هذه تحسين أن ما عرف بغض النظر عن باقي أيام السنة تكثر الحلويات في رمضان يمكن ما نشتري يعني حتى أغراض حق الحلويات كثر ما نشتري في رمضان فكيف ممكن لمريض السكري أن يعني نقدر نقول يوازن يوازن في النهاية الشخص حاب أنه يعيش مثل يعيش حياته فكيف ممكن أنه يوازن بين يعني كل هاي المغريات في رمضان وبالتالي هو أيضا يبقى يحافظ على مستوى السكر عنده ترمعت فمن يعني ويتها تنظرت في أخصائية التغذية كيف ممكن لمريض السكري أنه يوازن في موضوع الحلويات والعصاير في شهر رمضان صحيح هي زي ما تكلمنا هي تغذية سليمة أنا مش معنا مرض السكر أنا بنحرم من أكل معين في اعتدال وتوازن في تناول الوجبات يعني في رمضان في وجبتين الأساسيات اللي هي الإفطار والسحور وفي ممكن وجبة أو ثنتين اللي هي لسناكس ووجبات الخفيفة مثلا وجبة الإفطار يعني مننصح بتعجيلها فور الأذان من أخرها لمريض السكر مننصح بداية مثلا بتناول حبات هلو حبات من التمر مع كوب الماء لأنه طبعا التمر بيحتوي على السكريات بسيطة وتهل الامتصاص بعد فترات أو ساعة طويلة من الصيام تناول الشربات الخفيفة اللي هي قليلة في الدسم مثلا زي شرب للخضار انقل قدر الإمكان من تناول المقبلات المقلية والدسم مثلا زي سنبوس نستبدلها بالمشروية رضا المشروبات اللي هي العالية أو اللي بتكون مركزة بالسكر لنسبة السكر فيها جدا عالية هيا بنا نبتعد عنها ممكن بالعصير الفرش الطبيعي نحرص على تناول الكربوهيدرات اللي هي محتوية على الألياف بتمد الجسم بالطاقة وبتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم نحرص كمان على تناول كمية مثلا مناسبة من البروتينا زي الأسماء اللحوم الزجاج ونحاول لها تكون قدر الإمكان مشوية مش مقلية من المجموعات الكمان اللي بننساء المجموعات زي اللي بننساء برمضان الخدرة والسلطة والفاكهة هاي بتكون منسية وزي ما تفضلتي بتصير اللجوء للحلويات أكثر ما بدنا ننساء ما نتناول ها دائما باستمرار لها تحتوي على الألياف تحتوي على فيسامنز وعلى معادن لحماية الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الجسم نيجي مثلا وجبة للحور من أخرها شوي نتناول فيها البروتينات زي البيض والأجبان قليل في الدسام نحرص على تناول نشويات مثلا التحتوي على الألياف في الخبج الأسمر نتجنب الأطعم المملحة اللي هي زي المكسرات أو الثواب اللي المالحة نشرب كمية ما يكفاية حتى نمنع تعرض أجسامنا للجفاف خاصة في صيام في الأجوال الحارة وصيام طويلة الحلويات هاي بدنا نقلل منها قدر الإمكان لأنه خاصة الحلويات العربية اللي بتكون فيها نسبة القطر أو الشيرة نسبة عالية ممكن الصعيد عنها بحبتين أو ثلاث حبات فاكهة بين فترة الأفطار أو السهر أو إذا شتهت آكل تكون كمية قليلة جدا أخذ مثلا قطعة ما يعني ما أسمح لنفسي أتناول كميات كبيرة وبالتالي يرتفع عندي السكر ما بدور كمان أمارس رياضة كمان مثلا من النصائح اللي بنعطيها خلال ساعات بس ما تكون رياضات مجهدة يمكن بعد وجبة الأفطار بساعتين أو ثلاثة أمارس رياضة يعني الحلويات بدنا نخفف منها قدر الإمكان تحتوي على كمية عالية من الصعرات الحرارية كمية عالية من الدهون ترفع السكر بصورة مفاجئة وزيما فضلت حضرتك أنه أنا بدي رمضان صحي ما بدي أنا أسير عندي أتعرض لمضاعفات أو مشاكل فبدي أستمتع بالأكل أستمتع بالعبادات في هالشهر الفضيل بدون ما يكون في عندي مشاكل صحي بالتأكيد أيضا السادة ريهام إذا هناك نصيحة أخيرة حابت قدمينها للمستمعين نصيحة أنه شهر رمضان هو شهر الخير والبركة وفرصة ذهبية زي ما تكلمنا أنه نحافظ على صحتنا في هالشهر الفضيل ونتبع نظام غذائي صحي شهر رمضان صح تكون فيه مالذة وطاب من الطعام بس أنا ممكن أخذه بفرصة أني أغتنمها أغير من عدات الغذائية اللي إذا كانت غير صحية قبل رمضان تبع عدات غذائية سليمة حتى يمر الشهر الفضيل بكل سلاسة وسهولة وصحة على مرضى بصورة عامة ومريض السكر بصورة خاصة بالتأكيد أستاذ ريهام مثل ما ذكرنا هذه المعلومات المهمة عن مريض السكري والصيام دايما نقول الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال في كل شيء سواء للمريض السكري أو يعني أو الأشخاص العاديين أيضا الاعتدال ممكن يحل كثير من المشاكل ما يسير لمريض السكر أنه يقول والله ما باك ولا ما باشراب ولها عشان السكر ما يرتفع بعد هاي معلومات نشوف حوالين الناس يتبعونها وهاي معلومات أكيد خطأ أستاذ ريهام أكيد خطأ يعني زي ممكن يكون إنسان عرضا الارتفاع في نسب السكر في الدم في حال أنه كانت الوجبة أو لغة المجموعات الغذائية ممكن نصير لهبوط في السكر فهي دائما الاعتدال في كل شي نتناول من المجموعات الغذائية ضمن حدود عشانك أنا بأكد على زيارة المريض السكر لأخذ صائد التغذية قبل شهر رمضان حتى نحدد الاحتياجات ونغير الموعيد بحيث أنه نلبي الاحتياجات الغذائية للمريض فنتجنب ارتفاع السكر وأيضا نتجنب هبوط السكر في فلال هذا الشهر الغذائي نعم شكرا لك أستاذة ريهام على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في برنامج صحة وسعادة إن شاء الله نلتقي فيك في شهر رمضان بمعلومات أجمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وثمنياتي بالصحة والسلام للجميع إن شاء الله شكرا لك أستاذة ريهام سليم أختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات وعلى وقت الجسمين شكرا لك مع السلام أعزائي المستمعين بنطلع معاكم مفاصل قصير وبنرجع نتكلم عن متلازمة داون خلوكم معنا صحة وسعادة يهلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة هذا البرنامج قد ملكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نوردبي أذكركم أعزائي المستمعين برقام التواصل معنا واللي هي قبل يومين أعزائي المستمعين احتفى العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون هذا الاحتفاء الذي حددته منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على هذه المتلازمة والتأكيد على أهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحابها وامتدادا لهذه المناسبة المهمة وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معانا الدكتورة ميسى صالح أخصائي طب الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لتحدثنا أكثر عن موضوع متلازمة داون صباح الخير دكتورة ألو 20 مارس تقدرين تاريخ مميز يحتفي فيه الأفراد كل سنة مثلا ما شفنا أيضا زينا برج خليفة بالأمس بألوان دعما لمتلازمة داون إذا بنتكلم بداية عن هذه المتلازمة وأسبابها دكتورة تمام طبعا هو زي محررت وتفضلت هو اليوم العالمي لمتلازمة داون يوم 21 مارس يوم بيحتفل في العالم كله بالأم وبالمتلازمة متلازمة داون دا نقدر نقول أنه بيبقى فيه نوع من الخلايا الكروموسومية اللي حصل فيها خلات العادي أن الأم والأب بيورسوا للطفل خلايا كروموسومية حبارة عن 23 خلية من كل واحد فيه بيجي عند الخلية الكروموسومية اللي هي رقم 21 ويحصل خلل فيه خلل مش عايزة يعني أدخلكه في الكصة قوي بس بيبقى من نوع أن ما يحصل ش ان كصام صحيح أو أنه يتركب فوقيها خلية بالغلس فيحصل مشكلة في الكروموسوم اللي هو رقم 21 لما بيحصل مشكلة في الكروموسوم ده هو اللي بيدينا كل اللي هو الجنرال فيتشر أو السمات الخارجية لل داون اللي هو شكل داون سندروم إلى جانب بعض الخلل اللي بيبقى فيه بعض الوظائف اللي موجودة في الجسم مهم جدا أن أنا أعلق وأقول أن لو قلنا عالميا إيه نسبة داون سندروم مثلا 200 وده رقم كبير مش رقم قليل فمعنى كده إن داون سندروم ده مشكلة كبيرة أو مش هنقول عليها مشكلة إنه هو موجود بكمية أو بنسبة عالية في المجتمعات كلها فعلشان كده فعلا له أهمية إن إحنا نقدم له الرعاية الصحية إلى عالية المستوى نعم لو نقول دكتورة هل هناك أسباب معينة لهذه المتلازمة ما فيش سبب معين للمتلازمة دي لأنه إحنا بنعتبر إنه خلل زي وقتي على الكروموسوم ده بدون سبب معين بس بعض الحاجات اللي قد تؤدي إليه زي مثلا العمر الكبير للأم الزواج يعني أو الحم المتقدم أو للأب ساعات بيحصل بيبقى فيه عرضة لوجود الخلال ده في بعض الأحيان وما بنقدرش نعممه إن الخلال ده بيبقى موجود عند الأب أو الأم بس ما عليهوش أي عوامل فممكن يورسوه بعد شوية للتفل لكن ما فيش حاجة نقدر نمنع بيها الظهور المرض ده أو إن إحنا نغير الخلايا عشان كده إحنا بنفضل دايما إن إحنا نعمل خفوصات خاصة في العمر الكبير للأم الحامل أو القص علشان نقدر نتأكد لسلامة المولود اللي هو حيجي بعد كده نعم دكتورة ميسى بنقول إذا إحنا نتكلم عن متلازمة داون هل هناك مشكلات صحية أخرى ممكن أن يصاب بها الطفل المصاب بهذه المتلازمة بالضبط هو الفكرة كلها إن فيه غير إنشكل الخارجي أو الثمات اللي هي معروفة لمتلازمة داون اللي هي بتسبب من الكروموسوم الخلل الكروموسوم 21 الأطفال دي بتبقى معرضة لمشاكل صحية أخرى دايما بعدهم بيبقى عنده حاجة بنسميها عيوب القلب أو عيوب أو خلل في القلب فدي من المشاكل في خلل أو مشاكل في عيوب الجهز الهضمي يحصل لهم ارتجاع ويحصل لهم انسدادات خلل في المناعة خلل مثلا الأطفال دي بتبقى عندها مشاكل في التنفس وخاصة أثناء النوم فبيحصل لهم ما يسمى بانقطاع النفس أثناء النوم بيبقوا معرضين أكتر للسمنة وكسرة القامة بيبقى معرضين لمشاكل في الحبل الشوكي لأن بيبقى في عدو خلل في الفقرات العنقية بيبقى معرضين أريضا لمشاكل أنه يجي لهم بعض أنواع من السرطانات اللي هي اللوكيميا بيبقى عندهم مشاكل في الغدد السماء وخاصة بيبقى أكتر عرضة أنه يجي لهم مشاكل زي كسل الغدد الدراقية لما بيجبروا بيبقى عندهم مشاكل طبعا زي الألزهايمن إلى جانب طبعا المشاكل الرئيسية اللي هي ممكن يبقى عندهم ضعف القدرات البهنية نعم أيضا دكتورة حابين نذكر المستمعين برقام التواصل معنا 600551414 ولرسائل النصية القصيرة إذا عندكم أي استفسار عزائي المستمعين على الرقم 4006 دكتورة إذا بنقول بنتكلم عن مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية اللي يوفرها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لحالات متلازمة الدون تمام إحنا دايما بنوصي سواء هنا أو في أي مكان التفل الدون يبقى له رعاية خاصة سلوكية طبعا في المدارس وغيرها وبيبقى كمان محتاج رعايات مهمة جدا إحنا هنا بنوفر فيه عياد الدون كل أسبوع يوم الأثنين مع دكترة الجناز في بعض الفصوصات اللي هو بيحتاجها التفل يعملها على مستوى الكراط الدم البيضة والصورة الدم الكاملة وكمان عشان خاطر بنبقى من الأول خالص تعارفين إنه هو عشان عرضة للمشاكل بتاعتكسة للغضة الدرقية فبنحب دايما نعمله التحاليل دهيا عند عمر ستة شهور وعند السنة وبعد كده سنويا بيتعملهم طبعا الأشياء على الفقرات العنقية ففي متابعات دايما بتبقى دورية بيبقى في متابعات مع دكاترس التغذية علشان خاطر نكيهم من أمراض السمنة فبيبقى دايما في متابعات للأطفال جدوية نعم أيضا دكتورة ميسا يعني وردنا من أحد المستمعين سؤال يقول هل متلازمة دام تعتبر وراثية ده سؤال حلو جدا ويمكن أنا جاوبت فيه في الأول إنه هو مش هنقدر نقول عليه موروز ولكن هو بيحصل لسبب ما خلل في انقصام الخلية اللي هي على كرونسوم 21 حسب النوع الخلل ده هو بس في بعض الأهالي بيبقى عندهم الخلل ده ويورسه ولكن ما فيش عندهم مظاهر فمش هنقدر نقول إنه هو وراثي يورس ولكن هو خلل في انقصام الخلية نعم إذا نقول يعني دكتورة يعني من وجهة نظر شخصية المصابين بمتلازمة داون أطفال لطيفين جدا يعني حضرنا لهم وحتى أذكية ما شاء الله شفناهم في مسلسلات في أفلام يعني أنا حتى يعني من فترة قريبة كنت تابع مسلسل لبناني كان الطفل يعني تقولين مثلا الدور الرئيسي لطفل من متلازمة داون يعني تقولين هذا الطفل اللي هم يقولون ممكن عنده صعوبات معينة ولكن ما شاء الله عليه مثل دور فيه مثلا نقول فيلم كبير أو مثل في مكان معين وحتى تشوفينهم أطفال ودودين لطيفين يعني في كل مكان يتواجدون فيه اللي حوالينهم يكونوا وايد يعني يعني يحبونهم وأشخاص مميزين يعني ويتعلقون فيهم الأشخاص بسرعة فهل هناك مثلا دكتورة نقول إرشادات طبية محددة للأشخاص اللي يديهم طفل مصاب متلازمة داون ممكن أنهم يتبعون هذه الإرشادات في البيت لبيئة يعني صحية وطبية أكثر هو الداون حسب نوع اللي حصل في الكروموسوم الواحد وعشرين في بيبع عندهم خلل في الزكاء وفي التحصيل وفي عندهم يبقوا متماشين مع المجتمع ببطء بسيط ويمكن كمان باتقهم زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وإحنا كمان مش بس ممثلين ولكن بعد المزيعين في مصر دلوقتي بقى عندهم في واحدة منهم عندها داون وماشاء الله عليها بتعمل لقاءات رائعة فهم فعلا من الأطفال وفيه كتير جدا حتى في يوم العالمي ويوم اللي هو الرير دي بيزيز اللي هو بيحتفل بكل سنة هنا بيقدموا الأعمال اللي بيعملوها الأطفال الدون وتبقى أعمال صراحة مبهرة بمعنى الكلمة سواء من رسومات أو من تقديم بعض الحقرات وبعضهم بيبقوا فعلا عندهم تلنت نعم إحنا بس الأهالي دايما يحطوهم في الخط الصحيح يعني يعني دور الأهال دكتورة عفونا على المقاطعة دور يعني كبير لأني أنا شفت دور الأمهات اللي لديهم أطفال بمتلازمة دون وتأثير الأم على إنشاء طفل مميز يعني خلقت من يعني هذه الصعوبة نقدر نقول لا ما نقولهم إنها مشكلة صعوبة بسيطة يعني طفلها مختلف قليلا عن الأطفال ولكنه يعني مميز لو إنه مختلف ولكن جعلته طفل مميز أكثر يوم هي اهتمت فيه وعطتها يعني مثل ما نقول الأساسيات عشان نكون بهذا التميز دكتورة أحد المستمعين الأساسيات ما كانت يعني الأسم ولكن يقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ولادة طفل مصاب بالتوحد يمكن أخوي ما نحن اليوم نتكلم عن متلازمة دون يعني في ناس يمكن يخلطون دكتورة بين المرضين بالضبط الحاجة بس عشان أكمل لحضرتك هلال حتى هنا الدولة ابتدت تراعي جيدا للأطفال اللي هم دون العالم كله وعملين باسم بقوا هم دلوقتي جزء من بعض الأطفال بيحتاجوا علشان خاطر تساعدهم في التحصيل والبعض الأخر بيندمجوا أو الاندماج هو ده أهم حاجة أن أنا ما بعملش طفلي على أنه عنده إعاقة ولكن أعمله على أنه طفل ممكن ينتمج في المجتمع وبالعكس كل ما أحاول أعمله يعني طرق للرعاية العقلية وهنا أنا أزود المهارات بتاعته كل ما الطفل ده بينمو وبيبهرنا بالقدرات اللي هو بتطلع منه نعم دكتورة إذا ذكرنا نحن أن هل هناك إرشادات معينة لأهالي هل هناك أيضا دكتورة نصايح تقدمينها للأمهات اللي يسمعون الآن ويمكن لديهم طفل أو لديهم أخ أو لديهم ابن أخ مصاب بمتلازمة دون أنا متالي الاندماج هو أهم حاجة أن أنا أتقبل الطفل وأخليه مندمج مع العائلة في مشاويري في حالاتي في كل حاجة يبقى مندمج في المجتمع أعلمه وأحاول أساعده على قد مقدار إحنا عادتين أنه عندهم أقل شوية يعني النمو ذهني فأحاول أنني المهارات بتاعته على قد ما نقدر بحيث أنه هو يبقى كوبي مع المجتمع ويبهرنا بإنجازاته نعم بالتأكيد دكتورة ميسة صالح أخصائي طب الأطفال بمستشفى الجليلة تخصصي الأطفال شكرا لتش على هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتيها لنا عن متلازمة دون مشاركتنا طبعا هذه التفاصيل ودكتورة لو أحد المستمعين حاب يعرف ممكن أنه يتوجه لدكتورة قلتين مستشفى الجليلة تخصصي الأطفال كل اثنين عندكم عيادة متلازمة دون بالزبط بيتواصل ويأخذ موعد عن طريق الرقم اللي هو الموعيد في مستشفى الجليلة وإن شاء الله سيبقى أمورنا فيها إن شاء الله شكرا لتش دكتورة ميسة على هذه المعلومات الجميلة ونلتقي فيتش إن شاء الله في حلقات أخرى في برنامج صحة وسعادة أهلا أعزائي المستمعين يعني مخرزنا ما يباني حتى تشيسوا أتنفس ليش وائل ليش وائل أعزائي المستمعين يعني يمكن اندمجت مع موضوع متلازمة دون مثل ما ذكرت الدكتورة الخرافة تقول إن متلازمة دون متلازمة وراثية ولكن لا يتم توريث متلازمة دون حيث أن السبب الرئيسي هو على ذكر الدكتورة خطأ في انقسام خلايا الويضة أو الحيوانات المنوية أو عنده تكون الأجنة فأعزائي المستمعين للي عندهم أطفال يعني عندهم متلازمة دون ذكرتنا الدكتورة إن الاندماج هو الحل الأنسب لهؤلاء الأطفال عشان يعيشون حياة صحية وسعيدة في مجتمعهم وبهذا أعزائي المستمعين وقل ما بسكت لا تحط لي موسيقى لأنه ما تخليني أسكت شوي فأنا أقول أقول أعزائي المستمعين أتمنى أن نكون اليوم خلال هذه الساعة في برنامج صحة وسعادة قدمنا لكم معلومات مفيدة قدمنا لكم دراسات جميلة أثرتكم وأثرت معلوماتكم أيضا الطبية على أن نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج صحة وسعادة وجه الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي كل الشكر للتنسيق والمتابع أخونا أحمد سلامة وفي الأخراج مخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة وكيت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة صحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر